يعاني آلاف الطلبة في أرياف إلسالفادور الأمرين للاتصال بشبكة الإنترنت لمتابعة دروسهم في ظل الإغلاق المستمر للجامعات منذ قرابة ستة أشهر بسبب الأزمة الصحية التي أرغمت المؤسسات التربوية على تقديم حصص التعليم افتراضيا تعيش الشقيقتان ماتيلد ومارلان في إلتيغري في منطقة نائية في غرب البلاد ويتوجب عليهما تحدي أخطار الغابات المطيرة كل يوم وتسلق الجبل للتمكن من الاتصال بالإنترنت وتتسبب سلسلة من القمم البركانية في البلاد في هذه الصعوبات ما يؤثر سلبا على الإرسال ويجعل الإنترنت في متناول 58% فقط من السكان